بمناسبة عيد العذراء سيدة الوردية ترأس قدس الأب الدكتور جهاد الشوحات قداسا احتفاليا في كنيسة دير بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية في منطقة دابوق بعمان بحضور الأخت صوفيا حتر الرئيسة العامة لرهبنة الوردية المقدسة ومشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من راهبات الوردية القادمات من عدة مراكز إضافة إلى حجد كبير من المؤمنين وفي عضة القداس عبر الأب الشوحات عن ألمه وحزنه بأن هذا العيد يتزامن مع ما تشهده منطقتنا من حروب وقتل ودمار وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بالصلاة والتحلي بالصبر والإيمان والدعاء إلى الله بوقف هذه المعاناة التي يواجهها شعوب المنطقة اليوم نذكر رهبات مقعدات اليوم نذكر الرهبات منهم ثلاث رئيسات عامات في لبنان جالسين في بيت ماري بس بيصلوا للرهبن والدعوات لا يستحق مننا اللي عمرها بيس سنة وتسعين سنة وخمسة وتمانين سنة أن نذكرها في هذا النهار وأن نعيدها وأن نصلي من أجلها وأن نقول لها كل هذا العيد عيد مليء بالرحمة بالذكريات بالألم بالأوزاع بالتنقلات بالفقر بالأوزاع السيئة التي نعاني منها في حروبنا في أوضاعنا السياسية والاقتصادية والمعيسية أيضا عيد الوردية هذا هو هذا هو واقع الحال ليس فقط أفراح وضيافة وفرح وأنبساط العيد رسالة العيد ألم العيد عطاء وتضحية يبذل نفوسهم من أجلنا في مدارسنا في رعايانا في مستسفياتنا لا ينتظر منا كالبة سكر إنما أن نقدر هذه الرهبانية أخواتنا الأقرب إلينا والأقرب إلى البطرية الأركية اللاتينية فهي الأخت التوأمن لنا نحب هذه الرهبانية ندعمها نصلى من أجلها وخصوصا يا أحبائي صلوا من أجل دعوات الرهبانية عندنا الرهبات الوردية بحاجة إحنا لرهبات تكونوس بخلا لبعطي للرب الرب يكافئ مئة ضعف وأعظم مثال تقدمه الرهبات المحبة ثم ألقت الأخت مادلين دبابني النائب العام لرهبانة الوردية كلمة استذكرت فيها زمن التضحيات والصبر والمثابرة التي كانت عنوان أخوات لنا وكابنى البدايات الصعبة التي جعلت الوردية تبصر النور وخلال القداس جددت الرهبات نذورهن أمام أبناء الرعية الذين قدموا بدورهم تهنئة لهن بعيدهن المبارك الأخوة والأخوات الأكارم في عيد الوردية عيد سبحة الوردية والانتصار نستحضر ذكريات الماضي والتضحيات والإماتات والمثابرة والصبر التي كانت عنوان أخوات لنا وميزت البدايات الصعبة والقاسية والتحديات التي ذللتها الإرادات الصلبة وجعلت الوردية تبصر النور وحولت المستحيل إلى حقيقة ماثلة أمام أعيننا تجسد رغبة من ألقت بذرة السماء في أرض الفداء لتغدو شجرة باسقة مترامية الأغصان تدلت عليها ثمارها الشهية إرساليات ومدارس ومستشفيات ودور ضيافة تنفث عطور الخدمة رعاية واهتماما بالمرأة وشؤونها وبالأجيال الصاعدة